كراءة من كتاب عائلة الله في نسكها ورحانيتها للمطران جورج خدر الصبر ليس التخاذل أمام الموجود والحياد تجاه النواقص فالمؤمن يسعى إلى تغيير العالم غير أن بشارته قد تطول وقد لا يستمع إليه الناس إذا شهد وتكلم فهناك عنصر الزمان ولا نقدر أن نملي على الآخرين الحقيقة إملاءا لماذا يصر من نحاول هدايته على خطيئته هناك ما يسميه بولوس سر الإثم إذ لا يعرف أحد متى تحل النعمة أو متى يتقبلها هذا الذي نصلي نحن من أجله ففي النفس حنطة وزؤان وليس بمقدورك دائما أن تقتلع الزؤان والملحوظ أن أكثر الناس يبكى على الشر الذي ترعرع فيه وأن التوبة النصوح نادر وأقصى ما تستطيعه أنت أن تنتظر وتحب ومعنى ذلك أنك تعايش في الرعية أو في الدنيا بشرا متفاوتين في التقوى وفي الإخلاص وأنه عليك أن تتقبلهم لكونهم إخوة لك ولعل حظهم الوحيد في الاهتداء أن يروا إخاءك لهم واحتمالك لما يغيظك فيهم ولما يصدمك وقد يجرحك هذا أو ذاك كل يوم بسبب من عداوة متأصلة وغيرة مريضة وإذا رأوك يتوترون وقد يريدون إذلالك بغدا وظلما فإذا تضجرت أو رددت لهم الكيل كيلين فهذا يزيد عداءهم وتشنجهم وأنت قادر أن تشفيهم بالحلم وطول الأنات وقد عينك الله طبيبا لهذا الذي يؤذيك لأنك أنت تعرف الجرح الذي فيه الله هو الشاف الأكبر لأنه الصابر الأكبر إنه ينتظر عودتنا يدعون إليها ولا يغتصبنا إلى الفضيلة ويمدنا بالزمان لعلنا نقرف من الخطيئة أو نحبه عليها ونرى راحتنا عنده والصبر مرتكز على الرجاء ففي المواجهات تحتاج إلى رفق وسلام لتتقبل قلة التهذيب وسوء المعاملة والكيد وإرادة القهر أن تقبل الآخر في علته وعيبه يبدأ بأن تعترف أنك لا تقدر على تبديل شيء في الناس ما لم يغيرهم ما في نفوسهم العهد الجديد يعلم عن صبر المسيح وصبر القديسي هذا هو الصبر في يسوع إن كنت في المسيح فلا نكاية عندك ولا نكد ولا نقمة ولا صفعة ولا ردة فعل وتتراجع وتسلم بالحق لتخرج من الظلمة التي فيك وليس الصبر أن تقول أنا محكوم علي أن أعيش مع هذا وذات ولكنك تقول في نفسك إني أحمد الله أني أحيا مع من أحيا معهم لأني إن صبرت عليهم أنجي نفسي وأنجيهم وألطف بهم علهم يشاهدون الله لقد جعل الله زمانا لخلاص البشر وبعده الملكوت وجعل لكون منا ممرا ليخلصا به أن تتمشي مع الآخر كل الخطى التي يحتاج إليها لكي يفهم ويفرح ترجمة نانسي قنقر